يا شباب أنتم مسؤولين أن السمعة والبصرة والفؤاد كل لأك كان عن مسؤولة الله ينظر إليك تب إلى الله فكر ماذا ستجني من وراء المشاهدة ترى أنت بتودي نفسك في داهية نعم دماغك بصرك أيوه أيوه عينك سمعك أنت بتتلف دماغك أنت بتتلف أعصابك أنت بتتلف جسمك أنت بتودي نفسك إلى طريق ما في من وراء نتيجة ترى ما رح تشبع ستبقى جائعا باستمرار وحياتك الزوجية ستتحطم الزواج هذا حماية وإحصان أحسن ما يبقى الواحد بدون زوجه أكيد نعم لكن ترى انتبهوا أنه حتى لو تزوجت إذا ما رح تطلع من مستنقع المقاطع الإباحية ترى ما رح تحلها بالزواج 100% وبعدين يا جماعة اللذة والمتعة يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين طب طب فكر بعدين قبر حساب عذاب إلى آخره استحي من من يراك ويتطلع عليك الله عز وجل الملائكة تحصي عليك أعمالك ترى هذه المقاطع تسبب وحشة بينك وبين الله الوقت الذي يعني فقدوا فيه أي وحشة بينك وبين خلق وبعدين كم الوقت أحسن يعني الوقتها مهم جدا المقاطع الأفلام الجنسية كم تأخذ من الوقت طب فكر إيش أنت يعني إيش ضيعت على نفسك ذهب الخشوع وقيام الليل راح الصيام كل نظرة الأفلام الشيطانية كل رمضان إلا تيجي أسئلة أنا وقعت في الاستمناء أنا وقعت في إثارة مدرش أنا وقعت في نهار رمضان بتشوف إيش تتوقع يعني وبعدين ران نقطة سوداء وراء نقطة سوداء وران يعني القلب نقطة سوداء في قلبي مع كل نظرة وكل فيلم وكل مقطع إذا لديك حسابات على مواقع التواصل يعني تعرض عليك هالإغراءات إذا فيه قروبات جنسية في الواتس آب أو غيرها أخرج يا أخي أخرج يا أيتو الفتاة أطلعي أطلعي خلق هدول أصدقاء الشر الذين يزينون لك المعصية الأخي لا بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تخلص من الصور تخلص من الأجهي تخلص من المقاطع تخلص من أي شيء ثم الأشياء العلاقات المحرمة لأن بعضهم الآن يبغي يمارس عن بعد يعني يقول لك طب الآن أنا ما أنا محصل مع كل شيء فعن بعد لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر جاري ويلسون هذا جاري ويلسون يقول دماغك تحت تأثير الإباحية لا بد تعطي دماغك راحة لازم تطلع من هذا ستة أشهر يا الله يقول لازم تطلع حتى تترجع من جو الإدمان هذا أي واحد عالق في الإدمان لازم يترك البشاهدة تماما ستة أشهر حتى يرجع إلى وضعه طبيعي وشبه العملية بالريبوتينج اللي هو إعادة تشغيل الجهاز الحاسب حتى أنت ترجع تتفرمت بشكل طبيعي أيوة ويعني تطف الدماغ وتشغله مرة ثانية وتسترجع الإعدادات الأطلية ستة شهور ستة شهور ما تشوف فيها أي شيء إباحي هذه نتائج تجارب هم الكفار يقولون ذلك وأنه هذه تكون صعبة في البداية لأنه دماغك متعود على جرعة دوبامين عالية اللي هي المادة الكيمائية التي تفرز احذف الصور اطلع من المقاطع اطلع من المجموعات حتى يقولون غير ترتيب أثاث غرفتك أنهي أي شكل أي شكل يربطك بهذه الأشياء استخدم برامج برامج الحماية الحماية من الإباحية نعم مثل كستوديو كي ناين إلى آخره استخدم مقترحات يعني يقولون في منتديات للتعافي يعني زي مخدرات ويعملوا مجموعات للتعافي أنه اجعل لك صاحب أن نقول صاحب صاحبك أهل الإيمان العلاج النفسي ومجموعات الدعم حتى هذه قضية صارت الآن مجموعات الدعم مو بس مخدرات في إدمان الإباحية وأكتب أكتب يعني أكتب مذكراتك وإيش اللي صار عليك طيب يقولون التمارين الرياضية والأشياء الرياضية ممتاز ونحن نقول أيضا بالإضافة الصيام الاغتسال بالماء البارد الخروج إلى الطبيعة استنشاق الهواء النقي كن اجتماعيا مع ناس حقيقيين تواصل مع الأهل والإصدقاء ترك التواصل البصري الآن في الأفلام روح في التواصل الطبيعي اطلع من الفيرتش والخش على الطبيعة وخل عندك خشوع التدبر التأمل في مخلوقات الله الأنشطة الإبداعية المهارات ترجمة نانسي قنقر